نحن نروح لأخبارنا النهاردة ونبدأ من عند مرسيل كولر الموديل الفني الجديد للنادي الآلي أي من اللي فاتت كان بيتعرف على الفريق بشكل أكبر قدر أنه ياخد بعض الانتباعات بعض الانتباعات عن بعض اللاعبين الانتباعات دي مصدر في الجهاز الفني للنادي الآلي قال لنا بعض الانتباعات مش قراء مش قراء عشان الكلام يبقى واضح وضقيق مش قراء يعني إيه؟ يعني انتباعات انتباعات مبدئية أول انتباعات دي أنه معجب جدا باثنين لعيبة في النادي الآلي هما أكرم توفيق وعمر السلية هو أبدأ إعجاب كبير بيهم وقال لهم أنه اللاعيبة بتلعب بروح كبيرة وبتتمرم بروح كبيرة جدا والتنين دول هيفيدوا الفريق الفترة اللي جاية كمان لعيبة النادي الآلي مبسوطة بكولر الراجل ودود بسلم عليهم دايما قبل التدريبات وبعد التدريبات بيديهم ملحوظات دايما عن أداءهم الفني والبدني في التدريبات بيتكلم معهم أو بيحطهم على الأوزان كل يومين عشان يتأكد أن هم جاهزين بيتعامل معهم رقمين بشكل كويس يعني بيقول كل لعب رقم أو أرقام وعملة ازاي في التدريبات وفي التأسيمات بيتكلم معاهم عن الأمور اللي علاقة بالأمور المعاشية ازاي يعيشوا حياتهم بشكل كويس وبشكل سليم وبشكل يخدم أمورهم الفنية في المباريات كلها حاجات يعني اللعيبة مبسوطة منها وهو مبسوط من اللعيبة في هذا الأمر هو كمان بيجرب بعض اللعبين في غير مركزهم في التدريبات عشان يشوف كل لعب ممكن يستفيد منه ازاي لما المباريات ترجع ولما الأهل يشارك في المباريات بشكل طبيعي يقدر يلاعب أكتر من لعب أكتر من مركز كلها دي كانت انتبعاته ودي كانت الشغل اللي عمله في الفترة القليلة اللي فاتت وهو مدرب من مناسبة يعني في بعض الناس أو مش بعض الناس كل الناس لما تشوفك تقابلك على سوشال ميديا في الحقيقة تسألك سؤال هو الراجل ده كويس ولا لا هينجح ولا لا هيبقى سوارش ولا هيبقى موسيماني هيبقى فيلر ولا جوزية يعني كل الناس جميع النادي الأهلي عايزة تشوف ما شافتش مدرب ده أبلي كده بتعرفوش في المنطقة فما تعرفوش هينجح ولا لا أنا هقولك السيفي بتاع الراجل بيقول انه هو مدرب محترم السيفي بتاع الراجل بيقول انه مدرب إلى حد كبير جدا ناجح طيب دي حاجات تطمن دي حاجات تطمن ولكن ولكن أي مدرب في العالم لو جبت بيب جارديولا جوزي مورينيو أنتونيو كونتي جبت زيني دين زيدان لما يجي يشتغل معاك مع ظروفك مع غياباتك لقدر الله مع إصاباتك لقدر الله مع أي حاجة ظروف خارجية تحصل لك أو يعني ظروف في الملعب تحصل لك هو بقى يقدر يتعامل مع الظروف دي ولا لا ما تعرفش ما ممكن فيه مدرب يعني مثلا لو جبت بيب جارديولا هيقول لك والله أنا عايز اللعيب الفلاني والفلاني والفلاني يبقوا موجودين في تشكلتي عشان أكسب بيهم وعب بيهم التكتاكة والأداء الممتع والجميل لو ما جبت ليش الناس دي أنا مش عارف ألعب ده مدرب واضح وصريح فيه مدرب تاني مثلا يعني كيروش لما جيش تغل مع منتخم مصر والله ظروف صعبة غيابات في كاس الوامل الأفريقية لعيب عماله تقع إصابات 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 ووصل فاينل ده مدرب بيعرف يشتغل مع ظروف صعبة ممكن ما فيه مدرب يحسن منه مئة مرة بس ده مدرب عارف يشتغل مع ظروف الصعبة هل بقى مرسيل كولر هيعرف يتعامل مع ظروف صعبة ممكن تواجه النادي الأهلي على مدار الموسم معه الأهلي بيبقى بدء كويس طبعا عشان تشكلته سليمة وكملة وفيه إعداد كويس يخش الموسم إصابات غيابات فيحصل خلل ماذا بحصل السنة اللي فاتت هل بقى يعرف يتعامل مع الخل ده ولا دي الله أعلم لكن مدرب عنده سيفي محترم أو عنده مدرب عنده سيفي محترم مدرب شخصية مقبولة من اللعبين ومن الإدارة أو مقبولة جدا خلال الفترة القليلة اللي عادة في الفريق حتى الآن ده بالنسبة لمارسيل كولر المدير الفني الجديد للنادي الآن